قامت مؤخرا بعثة من شبكة البرلمانين من أجل السكان والتنمية بذيارة لمدينة كيلو بإقليم تنجلي البعثة وفور وصولها حق تذلق عمل تشاوري مع سلطات الإدارية والتقليدية بالمنطقة للتفاصيل أوفى مع محمود موسى الفين بهدف توعية السكان حول حماية وتربية الأطفال فضلا عن الاهتمام بالأمور المتعلقة بالأحوال المدنية في المجتمع قامت بعثة شبكة البرلمانين لأجل السكان والتنمية بعقد اجتماع تشاوري مع السلطات الإدارية والتقليدية والدينية بمدينة كيلو التابعة لإقليم تنجلي وتهدف البعثة إلى توعية المواطنين حول حماية الأطفال وتربيتهم بطريقة جيدة بالإضافة للاهتمام بالجوانب الاجتماعية في كلمته الترحيبية الأمينة العام لمقاطعة تنجلي كولار جان أوينار قال إن حماية الأطفال بصفة عامة والفتيات على وجه الخصوص تعد ضمن اهتمامات السلطات العليا بالبلاد طالبا من السكان الاهتمام بتربية أبنائهم لأنهم جيلوا الغد هذا وقد قدم رئيس البعثة النائب البرلماني بانا بايندي ويلينغ محاضرة التي تمحورت حول ثلاث نقاط أساسية الأولى جاءت بعنوان أهمية الأحوال المدنية في المجتمع خاصة استغرار شهادات الميلاد للأطفال حديثي الولادة مما يسمى للحكومة بوضع خطط وبرامج تنموية للدعم الاجتماعي أما الثانية فقد تطرق فيها المحاضر إلى أهمية تسجيل الأطفال في المؤسسات التعليمية التي تعتبر مكانا لتربية وتعليم النشأ بينما الثالثة والأخيرة فكانت حول الحماية الاجتماعية وفي هذا الشأن وضعت الحكومة مع شركائها في التنمية استراتيجية وطنية تشمل كل من الأمن الغزاء والخدمات الاجتماعية وفي نهاية المحاضرة طلب المحاضر من الحكومة احترام القانون المتعلق بمجانية عقد الأحوال المدنية وللمعلومية فقد وضعت لجنة تقوم بمتابعة تطبيق الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المتعلقة بعقد الأحوال المدنية وحماية الأطفال وحقوق الإنسان وتتكون هذه اللجنة من مختلف الشرائح الاجتماعية بالمنطقة بغية تحقيق الأهداف المنشودة لصالح جميع المواطنين أطلق الأمين العام لإقليم بحر الغزاء المختاراً كرتان تومبالبي مشروع المساعدة المسلمية والوقاية من سوء التغذية المشروع يهدف إلى تقديم المؤنى الغذائية للأسر الضعيفة محمد الأمين أحمد والمديد من التفاصيل جاء إطلاق مشروع المساعدة المسلمية للوقاية من سوء التغذية للأسر الضعيفة بإقليم بحر الغزاء بقرية مشاميري من جانبه منسق منظمة البر الغير حكومية يوسف محمد عباس ذكر بعد مرحلة تحديد الأسر المحتاجة الذين تتوفر فيهم شروط الدعم فقد جاءت مرحلة توزيع المعنى الغذائية للمحتاجين أما بالنسبة للسيدة دينيس حبا مسؤولة مكتب منظمة التغذية العالمية بمو ومسورو أوضحت في كلمتها بأن هدف هذه العملية هو التواصل مع المحتاجين وتقديم العون لهم المتمثل في الأمن الغذائي للسكان الأكثر حوجة والذين يعانون من سوء التغذية الحادة سيما الأطفال الذين تتراوه أعمارهم ما بين 6 إلى 23 شهرا وكذا النساء الحوامل والمرضعات خلال إطلاقه لهذه العملية الأمين العام لإقليم بحر الغزال مختاراً جاربايت تومبلبي ممثلاً للحاكم فقد أشاد بهذه المساعدة الإنسانية لصالح الأسر الضعيفة والمحتاجة خاصة في هذا الوقت ومؤكداً بأن هذه العملية تندرج في الإطار الاجتماعي الذي يناشد به رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ومن ناحية أخرى طالب من جميع الشركاء أن يحذو حذو هذه المنظمة علماً بأن هذه المعنى الغذائية ستوزع في تسأة مراكز إدارية للأسر الضعيفة والمحتاجة بكافة مناطق الإقليم نبقى في أخبار الأقالم حيث أطلقت جمعية عقلاء البطحة بمدينة آتية حملة توعوية حول السلام والاجتماعي والتاحويش السلمي كان ذلك بحضور عدد من المسؤولين بالمنطقة محمد طاهر جبريل الحر إن ازدياد النزاعات القابلية المتعلقة بالملكية الأرضية وغيرها في الإقليم تشغل بالأعضاء جمعية العقلاء المسمات حلات سلام في هذا المضمار أطلقت الجمعية المذكورة هذه الحملة التوعبية حول صون السلام الاجتماعي والتعايش السلمي في هذه الجلسة الأولى من نوعها والتي حضرها بعض المسؤولين الإداريون قال الأمين العام للجمعية حبيب مختار إن أي نزاع لا يمكن حله إلا عبر الحوار وإن ما وصلت إليه بعض النزاعات القابلية بالإقليم أمر مقلق للغاية في نفس المنوال تداخلت مستشارة الجمعية ذات الثمانين عاما بلالية فاطمة محمد جبريل ومن ناحيته دعا رئيس جمعية العقلاء بالبطحاء طاهر عباس المواطنين إلى التخلي عن العنف غير المبرر تكون صفحة جديدة فآلة لها تنفيذ القرار الحكومي وتهل أي مشاكل الشار من جاتب الأراضي والأبيار والزراء والبقارة ونشير إلى أن هذه الحملة ستستمر لتشمل كافة مناطق الإقليم